بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس أحسنتم نعم استكمالا لتلاوة صورة القلب بإذن الله تعالى في هذا اليوم سنختم تلاوة هذه الصورة المباركة وذلك من الآية الثامنة والأربعين وحتى الآية الثانية والخمسين بإذن الله عز وجل ولكن قبل أن نبدأ وأن نشرع دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على طهارة عند مسه للمصحف كذلك من الآداب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك بالبسملة عند بدء الصورة أيضا من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام عند قراءته للقرآن الآن إخواني وأخواتي كما تعودنا دعونا نراجع وإياكم ما سبق أخذه في تلاوة هذه الصورة المباركة وذلك من الآية الأولى وحتى الآية السابعة والأربعين بإذن الله عز وجل سأقرأ هذه الآيات وأريد منكم إخواني وأخواتي أولا فتح المصحف على صورة القلم ثم المتابعة معي أثناء القراءة حتى بإذن الله تعالى تستفيدوا وتقرأوا الآيات بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيمٌ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٌ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين واغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا وإياكم سويا ما سبق أخذه من هذه الصورة المباركة الآن سننتقل إلى درسنا لهذا اليوم وإلى المقطع الجديد من هذه الصورة والذي سيكون بإذن الله تعالى من الآية الثامنة والأربعين وحتى الآية الثانية والخمسين وهي ختام هذه الصورة المباركة كما تعودنا إخواني وأخواتي سأقرأ أولا هذه الآيات ثم بعد ذلك سنستمع سويا إلى القارئ إذن دعونا نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أحسنتم إخواني وأخواتي وبارك الله فيكم الآن دعونا نستمع سويا إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات المباركات فانتبهوا مع القارئ وفقكم الله حتى يسهل عليكم بإذن الله تعالى تلاوة هذه الآيات بالشكل الصحيح فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم سويا إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى هذه الآيات المباركات ونتدارس وإياكم أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت فيها فمن أبرز الأحكام التجويدية هنا في قوله تبارك وتعالى ولا تكنك صاحب هنا نلاحظ أن النون ماذا؟ أحسنتم نعم أن النون ساكنة وإذا كانت النون ساكنة وأتى بعدها حرف من حروف الإخفاء فإن حكمها ماذا؟ أحسنتم نعم فإن حكمها الإخفاء إذن هنا النون الساكنة أتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء أيضا من الأحكام التجويدية هنا في قوله عز وجل لولا أن هنا نلاحظ المد ما نوع المد هنا؟ أحسنتم نعم هنا مد منفصل لماذا؟ لانفصال المد عن الهمزة فكلا منهما في كلمة أخرى فإذا انفصل المد عن الهمزة فهنا يكون الحكم مد منفصل وحكمه التجويدي هو جواز المد إما بمقدار حركتين أو أربع أو ست أيضا من الأحكام التجويدية هنا النون الساكنة في قوله أن تداركه هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف التا والتا من حروف أحسنتم الإخفاء أيضا من الأحكام التجويدية في قوله نعمة من ربه هنا تنوين أتى بعده حرف الميم والميم أحسنتم من حروف الإدغام بغنة نعم من حروف الإدغام بغنة كذلك في قوله من ربه هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء والراء من حروف الإدغام أحسنتم نعم الإدغام بغنة من حروف الإدغام بغنة فتدغم النون إدغاما كاملا فراء أيضا هنا في قوله بالعراء هنا نلاحظ المد ما نوع المد أحسنتم مد متصل لماذا هو متصل لاتصال المد والهمزة في كلمة واحدة وهنا وجوب المد بمقدار أحسنتم نعم أربع حركات أيضا من الأحكام التجويدية التي جاءت هنا في قوله وإن يكاد هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء والياء أحسنتم نعم من حروف الإدغام بغنة من حروف الإدغام بغنة كذلك من الأحكام في قوله بأبصارهم لما هنا ميم ساكنة أتى بعدها حرف اللام واللام من حروف أحسنتم نعم من حروف الإظهار من حروف الإظهار هذه إخواني وأخواتي أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات الآن دعونا ننتقل إلى معاني الكلمات ونختم بها درسنا بإذن الله تعالى فقوله عز وجل فنبذ في قوله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم معنى مكذوم أي مملوءا غما وكربا ثم قال عز وجل لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم أي لطرح من بطن الحوت بالأرض لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة وهو آت بما يلام عليه والمقصود هنا هو أحسنتم هو نبي الله يونس عليه السلام ثم قال الله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي فاختاره الله تبارك وتعالى لرسالته فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ثم جاء الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم معنى ذلك أي لا يصيبونك بالعين لبغضهم إياك لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إذن إخواني وأخواتي أشكر لكم هذه المشاركات وأشكر لكم أيضا حسن الاستماع والإنصات وأوصيكم إخواني وأخواتي بالمداومة في تلاوة هذه الصورة مرارا وتكرارا حتى بإذن الله تعالى تقرؤوها بالشكل الصحيح بإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته